في خطوة تهدف لتقوية اقتصاد البلاد وتظهر توجه السلطات التونسية للتخلص نهائياً من تركة حركة النهضة الإخوانية والتبعات السلبية لسنين حكمها على البلاد، أعلنت الحكومة التونسية أنها ستفرد ضرائب على بعض المنتجات التركية. وأوضحت الحكومة التونسية أن فرض الضرائب يأتي في إطار المراجعة لاتفاقية التجارة مع النظام التركي، والتي تقول مصادر تونسية إنه لم يتم الالتزام بتطبيق بنودها بشكل صحيح إبان حكم حركة النهضة المتهمة بالتبعية لأنقرة وتنفيذ أجنداتها، ما قاد لإغراق تونس بالبضائع والسلع التركية. وبحسب محللين، فأن قرار فرض ضرائب على البضائع التركية وإن بدأ خطوة لحماية البضائع التونسية ومساعدتها على المنافسة، إلا أنه مرتبط بخلفيات سياسية ويظهر توجهاً لدى السلطات التونسية للتخلص من مخلفات حكم النهضة الذي فتح البلاد على مصرعيها أمام النظام التركي، بما في ذلك إغراق البلاد بالبضائع. وإلى جانب ذلك يمكن اعتبار القرار بحسب المحللين خسارة جديدة لنفوذ رئيس النظام التركي رجب أردوغان في تونس بعد الخسارة الأولى المتمثلة بإخراج حركة النهضة من الحكم وتوقيف رئيسها راشد الغنوشي في ظل حملات وتحركات سابقة من سياسيين ومنظمات وخبراء اقتصاديين تونسيين طالبوا خلالها بالحد من النفوذ التركي في البلاد. يشار إلى أن خبراء في المجال الاقتصادي في تونس كانوا قد أكدوا أن الاتفاقية التجارية مع النظام التركي التي فتحت الباب أمام إغراق البلاد بالسلع التركية معكست سلبيا على المنتجات المحلية التونسية بما في ذلك إغلاق مصانع في قطاع النسيج وغيره ما أثار جدلا واسعا في الأوساط التونسية واتهام حركة النهضة بتعمد تخريب اقتصاد البلاد خدمة للنظام التركي. اشتركوا في القناة